اشتركوا في القناة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولله يعتقاء من النار في رمضان وذلك كل ليلة يا رب يا رب نكوني للادي كل اللي بيسمعونا يا رب يا رب نكوني للادي من العتقاء الحياة مبارح كمية المسجات العملة تروح للناس وبعضها إني أحبك في الله واللي جنة على الموقع على الانترنت حاجات عجيبة جدا يعني عاطفة جميلة جدا هذا الدين العظيم تعالوا ندخل على موضوع النهاردة موضوع النهاردة أنت أخبارك إيه مع الحمد لله تبارك تعالى أنت تشكر ربنا كتير أنت عامل إيه مع نعمة ربنا أخبارك إيه إحساسك إيه بالنعمة يا جماعة درس النهاردة عملي قوي 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 كلمة النهاردة عملية قوي يعني إيه يعني من فضل حضرتكم السادة المشاهدين كل واحد ورق أو ألم وحيكتب معنا احنا النهاردة أنا بتكلم وإنت بتكتب إحنا الاتنين شغالين مع بعض في نفس الوقت وأحيانا إنت هتكتب حاجات أنا ما قلتهاش فإحنا هنعمل إيه هنعمل درس عملي قوي إحنا هنعمل الدرس ده مع بعض يعني إحنا كلنا شغالين مع بعض وناس اللي في الستوديو شغالة معنا كلنا شغالين مع بعض درس عملي جدا 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 أنا بقول وإنت بتكتب إيه الموضوع؟ الموضوع تعالوا نعيش مع نعمة ربنا طوارك تعالى فاكر فاكر آخر مرة عدت تفتكر نعمة ربنا وتحمده عليها كانت إمتى؟ فاكر ولا نسي آخر مرة الحمد لله الحمد لله ولا لازم حد يفكرك ولا لازم دلوقتي بدأت تقولها فاكر تاخل آخر مرة أعدت كده مسكت سبحة أو تمشيت قدام بحر أو أعدت في قطة وأعدت كده ميت مرة الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله فاكر آخر مرة جدا يعصي ربنا فاقولك لا معقولة أستخدم نعمته في أن أنا عصاب نعمته معقولة أستخدم نعمة ربنا في معصيته لا 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 أنا مش هعمل المعصية دي لا أبدا بقى ربنا يديني قوة يديني فلوس أستخدم نعمته في معصيته يديني عربية أستخدم نعمته أعكس بيها أنا ما أقدرش أنا ما أقدرش لنعمة ربنا فاكر فاكر آخر مرة استخدمت نعمة ربنا فاكر آخر مرة جت تعمل طاعة وقلت أنا بعملها عشان أستخدم نعمتك يا رب فاكر آخر مرة من كتر ما نعمته مغرقاك بكيت من خشيته حصلت عمرها حصلت في حياتك بكيت فاكر آخر مرة سجدت شكر لي على نعمته من إحساسك بالنعمة وانت ساجد شكر نعمتك مغرقاني لقيت نفسك بتخر ساجد لله طبعا تعالى من فرحتك بنعمته فاكر كم مرة قعدت تتعدد للناس المصايب اللي وقعت عليك كم مرة قعدت تقول لهم ده أنا حصل لي كذا آه من كذا آه من كذا فاكر كم مرة قعدت تشكيه لكن عمرك كم مرة قعدت تعدد للناس نعم عليك طول عمرنا عملين أعدد للناس مصايبنا مين بيقعد ده عمالي كذا وعمالي كذا وأكرمني بكذا واداني كذا إيه الجحود ده يا جماعة معقولة معقولة تقعد تعدد مصيبة حصلت لك وتنسى الألف نعمة بقى تفتكر المصيبة وتنسى له الألف نعمة وتروح تكتهمه عند الناس وتروح تشكوه بمصيبة وتنسى له الألف نعمة ونعمة ليه كذا ليه معقولة طب أقولك حاجة بسيطة قوي كم مرة في اليوم بتقول للناس شكرا وكم مرة في اليوم بتقول الحمد لله أنا هو أكتر صحيح يا جماعة أنا هو أكتر شكرا ولا الحمد لله في اليوم آه تدقوا شكرا أكتر ياه معقولة بقول للناس شكرا وما أقولش لصاحب النعمة شكرا ما فقولوش الحمد لله ما بقول في حاجة يا ما أنعم عليك ونسيت يا ما أنعم عليك وشكرت غيره يا ما أنعم عليك واستخدمت نعمته في معصيته يا ما يا ما سنين وسنين وسنين عشان كده يا جماعة موضوع النهاردة هو موضوع المفروض يلمس قلبي وقلوبكو عايز أشكر عايز أسكد له شكر نعمته مغرقاني إحنا كلنا يقولك أنا لحم كتافي من خير أبويا وأبوك لحم كتافي من خير مين جدي وجدك لحم كتافي من خير مين إنت لحم كتافك من خير ربنا ده إحنا يا جماعة لو حد في الدنيا أنا عم علينا بنعمة بنقول ده أنا مش عارف أطفع عيني فيه من أنا مكسوف منه من كتر ما أكرمني وتيجي عند الله تبارك وتعالى وتعصى وما تشكرش قدرت يعني يقولك لفلام ده لحم كتافي من خيره حعيش العمر اللي يؤموني ده وفاءا ليه أدهوله طب وربك طب وصاحب النعمة طب ما تيجوا بقى إيه يلا نشتغل عملي نشتغل عملي إزاي مش بقولك هات وراء وقلم يلا نشتغل عملي إزاي هنقعد نكتب النعم اكتب بقى هات وراء وقلم تعالى نكتب كده هنكتب بقى إيه في وسط السطر فوق خالص بخط كبير قوي علشان مش حنلحق يعني علشان الحلقة صغيرة هنكتب فوق إيه حاجة علشان حلقة صغيرة هنكتب فوق وإنت عدو نعمة الله لا تحصوها تعالوا إن ننتفق على دي الأول النعمة مش ممكن وإنت عدو نعمة الله لا تحصوها اكتبها فوق بالخط الكبير كده مش هتعرف تحصي نعمة ربنا طيب نكتب بقى في وسط السطر تحت كلمة آية كده حنبدأ بيها وننزل تحتها النعمة وما بكم من نعمة فمن الله مفيش نعمة في حياتكو إلا من عند ربنا الحقيقة معا الآية دي استوقفتني كتير كده جدا الآية بتقول إيه وما بكم عارف عارف التحدي أتحداك تطلع نعمة في حياتك مش من عند ربنا من عند حد تاني أو من شطرتك أتحداكي الآية بتقول كده وما بكم بكم دي كلمة عامة قوي فتفاضة بالهاشة منكم بكم يعني إيه وما بكم من نعمة فمن الله فكر كده قص حواليك وما بكم من نعمة ما تيجوا نحللها ما تيجوا نمسك الآية ونبدأ نكتب بقى تعالى نمسك أول حاجة تعالى نمسك حاجة بسيطة قوي هدومك كلنا لابسين مش كده الله الهدوم دي حل وقوي الهدوم دي جايبها منين ده لما سفرت انجلترا مش عارف رحت سلفردج ومش عارفوا ربت إيه واشتريت إيه وآه ده هدومك جميلة جدا آه حاجة حلو قوي الهدوم دي أصلها إيه تعالى نرجع كل حاجة لأصلها عارف هتلاقي نفسك إيه هتلاقي نفسك من غير ولا حاجة بس إحنا بننسى بننسى تعالى نرجع الهدوم لأصلها أنا الحلقة كده جمعا هقعد أمسك معاكم حاجة حاجة ورجع لكم لأصلها هتلاقي نفسك إيه ده ده أنا ولا حاجة نمسك يلا تعالى نمسك الهدوم الهدوم دي أصلها إيه 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 سلفردج وإيه وبانطلون ويا سلام والمحل الفنان ده محل ممتق أصل الكلام ده كله إيه أصله نقطة نزلت من السماء طلعت قطن وكتان وأصله حيوان ربنا سخروا ليك علشان تاخد صوفه وتاخد جلده تلبس جزمة وتلبس في دون منين من نقطة مية ومن حيوان مصخر إيه ده طيب أنا من غير الحاجات دي إيه من غير الحاجات دي مش هتلاقي تلبس لا يا عم ده أنا إن شاء الله جيب ورق شجر ورق الشجر جاي من إيه من الله يبقى وما بكم من يعني أنا من غيره إيه أنت من غيره عريان اكتب أنا بدونه عاري والله يا جماعة أنتوا فاهمين لما بناخد الحاجة ونرجعها لأصلها إيه أنت عريان مش خلاقي حاجة نلبسها وننخطها في رجلينة حنمشي عريانين في الشوارع من غيره أنتوا مدركين المعنى حتمشي أنا وإنت حنمشي عريانين في الشارع من غيره مفيش مفيش الكلام ده مفيش حاجة خالص لأنه الموضوع في الآخر نقطة مية وحيونسخره وما بكم من نعمة فمن الله كلكم عارن إلا من كسوته حديث صحيح صحيح ثالث مش كلكم عارن إلا من كسوته يعني إيه أيوة من غيره مفيش ده إيه ده هدومك قول الحمد لله بقى قولها بصدق قولها بصدق أبقى عريان من غيره آه يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري ثوقاتكم قد أنزلنا شوفوا قد أنزلنا يعني إيه أنا لما كنت بقرأ الآية الأول قد أنزلنا عليكم يعني إيه أنزلنا هي الموضوع مطر في الآخر قد أنزلنا عليكم لباسا معقولة الآية بتقول كده نزلنا عليكم هدوم أيوة يا ربط أيوة طيب تعالنا نخش على حاجة تانية بيتك بيتك اللي أنت ساكن فيه إيه رائعك حلوة قوي البيت ناشاء الله ساكن فين ساكن في الحتة الفنانية وعفش شيك قوي والكنبة شايف السجادة الشيك دي عندنا جايبها من كذا وشايف متعلق إيه والحطان وشايف الإزاز ومن غير الإزاز ده كان زماننا متنا من البرد شايفه 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 لا 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 تعالنا نرجع الموضوع لأصله نرجع الكلام ده كله جاي منين الكنب ده جاي منين والترابيزة دي جاي منين خشب والخشب ده أصله إيه نقطة مية نزلت طلعة شجرة عمل منها خشب يعني من غيره لا هتعرف تنام على سريخ ولا هتعرف تقعد على حاجة تاكل عليها ولا هتعرف تضيف حد أنت من غيره مش هتلاقي حاجة تقعد عليها تخيله نقطة مية تطلع قطن وهي هي نفس القطن تطلع خشب تاكل وتلمس وتتكسي إيه يا رب ده وما بيكم شفتوا وما بيكم شفوا آية في القرآن صغيرة معجزة قد إيه طب لا ده مش كده وبس انت فاكر أنت انت ساكن فين العمرة دي إيه دي حديد ومسلح وخرصانة جوا منين من معادن جات منين من بطن الأرض مين اللي حطها بطن الأرض الله وما بيكم من نعم يعني أنا من غيره إيه بلا مأوى يعني حضرتك من غيره عريان وبلا مأوى طب تعالى ناخد حاجة ثالثة انت شفت الموضوع عامل إزاي والله جعل لكم من بيوتكم سكنا انت فاكرين بيوت وشوفوا بيوتكم دي هو اللي جعل ليه مش بتاعتكم كنا حنلاقي منين نقعد في مكان زي كده منين طب والكاميبا اللي بتصورنا دي أصلها إيه مش معدن والمعدن اللي جاي منين والعربية اللي بره أصلها إيه معدن جاي منين إيه ده إيه ده إيه ده ده أنا ولا حاجة طب وبلاش مش حركب عربية يا سيدي حركب حركب فرس والفرس مين اللي سخروا مش حسكن يا سيدي في أعمارة حسكن في خيمة والخيمة جابتها منين وما بيكو شايف أصل كل حاجة ولا حاجة انت من غير ولا حاجة طب طب تعالى نبص للأكل فطرتي النهاردة لأ أنا فطرت كذا وكذا وكذا فطر جميل جدا شكرته طب سؤال يا جماعة كده وكلنا كنا النهاردة صايمين وفطرنا كم واحد بعد الأكل حمد ربنا حمد ربنا وحس بالنعمة حمدت كم واحد شفتوا المعنى يا جماعة أكلت طب الأكل ده أصله إيه نقطة مية نزلت من السماء برضو ده إحنا حياتنا كلها بقت مرتبطة بي كله من عنده إحنا ولا حاجة إخوانا إحنا ننتهي ونضيع ولذلك شوف الآية أفرأيتم لا تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون مين اللي قال للنقطة مين اللي قال للنقطة المية نزلي مين اللي قال للبزرن بتي مين اللي قال للطربة حضني مين اللي قال مين اللي قال التلاتة دول يعملوا كده يا الطربة دي احتوت الجزر ده بناء على إيه بناء على إيه إديني تفسير إلا الله تبركه تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء جعلناه خطاما كنا نقدر يا بذرة متنبتيش انتهت البذرة طاب تعالي ناخد حاجة تانية المية حضرهاك تشرب المية بتشرب على طول بتشرب كم مرة بتحمد بعد ما متشرب المياها موافتكرش الميه دي أصلها ايه دي من الحنفية و الحنفية دي جاي منين من البلدية والبلدية جاي منين مالنيل والنيل دي جاي منين من مطر والمطر جاي منين من ربنا احنا كنين بنقول في مصر مصر هيبته النيل مش كده طب والنيل هبت مين؟ هبت الله يبقى مصر هبت مين؟ هبت الله طب ايه رأيك لو منا عن مياه 6 شهر؟ طب ايه رأيك لو المياه نزلت مملحة؟ بتتحكوا في ناس ضحكت في الستوديو طب ايه رأيك من الاية بتقول كده؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزنئ من السحب؟ أم نحن المنزلون؟ لو نشاء لجعلناه أجاجا مملح فلو لا تشكرون ولذلك النبي كان لما يشرب المياه النبي اللي حاسس بالنعمة لما يشرب المياه يقول ايه؟ الحمد لله الذي سقانيه عذبا فراطا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا شوفوا الله كان ممكن بذنوبنا ينزل مملح لكن برحمته لزله عذبه فراط شوفت يا جماعة انت من غيره عريان عطشان جعان بلا مقوى تخيل؟ فكر كده بقى؟ كتبتوا الأربعة؟ اكتبوا السادة المشاهدين واكتبها كده أنا بدونه عالي جائع بلا مقوى تخيلوا كل الحضارة والمدنية دي من غيره صفر ولا حاجة الحمد يا جماعة احمده حسوا بربنا وعايز أشكره عايز أسجد شكر بك من كطر ملأ عايز أحمده شايف الأربعة دول؟ ولذلك الحديث يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم كلكم عارن إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم طب دي النعم شفتوا ده كده لو ردينا كل حاجة بقى حطلوا من حضرتك قعد رجع كل حاجة في حياتك وتحداك تلاقي الآن دي ما اشتغلتش وما بكم من نعمات فمين الله طب تعالوا ناخد حاجات تانية تعالوا ناخد نعم كده سريعات اكتب بقى معي اكتب إنك بتشوف وغيرك أعمى اكتب إنك بتسمع وغيرك ما بيسمعش اكتب إنك بتتكلم وغيرك نفسه ينطق مش عارف اكتب إنك بتتحرك وغيرك قعيد ما بيتحرفش اكتب إنك بتحس وغيرك آسي ما بيحسش اكتب إنك متعلم وغيرك جاهل اكتب إن ابوك ومك هما دول ابوك ومك وإنك ليك عيلة وغيرك يتيم أو لقيط اكتب إنك عندك مال وغيرك بيكل من الزبالة اكتب إن ابوك ومك هما دول ابوك ومك مش حد تاني كان يتعامل معك بقصوة إلا اكتب إنك عايش في وسط أهلك وغيرك متغرب مش عارف يقابل اهله اكتب اكتب نعمته عليك اقعد تخيل نعمته واكتب هو اللي الدنيא كזה وهو اللي عمل كذا وهو اللي عمل كذا اكتب ان هو بيحزك بالليل والنهار ويحفظك على فراشك بيعصاب الليل والنهار ويحفظك على فراشك بالليل اكتب وما بكم من نعمات افامين الله ان ولادك دول بالله عليك يا جماعة اسمع الايه وهي بتقول له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله يعني في ملايكة خواليك احفظك لو حتقع تكسر سنانك وانت من على رصيفة كعبلت يجي الملك يبعد يقولك العين عليها حارس عندنا في مصر يعني يالعين عليها حارس ده كلام صحيح في ملك بيحمي العين يقولك كانت خلاص أم الجاية تحت عينه له مؤقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله يعني بأمر الله فإذا جاء القدر خلايا بينك وبينه ولذلك يا جماعة فكروا ولدنا الأطفال دول سنة وسنتين وتلات سنين مين الحارس بتاعهم بالله عليكم الأم تقدر تحميهم لوحدها الله مين اللي بيحفظك مين اللي بتعصاب الليل والنهار وعمال يحفظك يقوم يحرم واحدة إنها تخلف فتفتكر له دي وتنسى الألف إحسان يقوم يصيبك بالمرض فتفتكر له دي وتنسى الألف إنعام ما ينفعش يا جماعة اكتب كتبت كل اللحلة شفتوا كم حاجة شفتوا دخلنا في كل حاجة في حياتنا اكتب إن انت عندك أولاد اكتب إن أبوك ومك موجودين إنك إنك بتتحرك إنك بتحس إنك بتمشي إنك بتفهم وغيرك مجمون يا جماعة ده من المعاني العظيمة في الكون أن الله أوجد بعض الناس عندهم عهات كي يتعلم الملايين نعمة الله عز وجل عشان الملايين يتعلموا نعمة ربنا أصاب البعض بهذه العهات عشان البقين كلهم يقولوا الحمد لله رب اكتب النعمة الصغيرة قوي دي نعمة صغيرة إيه إيه خد نفس سد ملخيلك تقدر تسد قد إيه نعمة الهوى ياه تحمد كم مرة في اليوم بقى على نعمة الهوى نعمة إنك بتنفس طب أقولك نعمة في الهوى أخلى إنه خلى الهوى غير مرئي محدش يقدر يسيطر عليه عشان كله يأخذ عشان محدش يتحكم في حد في نعمة الأساسية نعمة صغيرة قوي قوي يا جماعة ربنا ربنا الحمد لله دي أنا بقول الدرس دا ليه أنا بقول الدرس دا وأمنيتي إن كل ظهرة في كيانة تهتف تهتف مظاهرة داخلية من كرات الدم الخمرة والبيضة بتقول الحمد لله الحمد لله كل جسمك بيهتف الحمد لله عايز تسجد نفسك البرنامج دا يقوم يعني فيه ممكن سادة مشاهدين دلوقتي يقوموا من قدام التلفزيون ويقوم سجدله الحمد لله الحمد لله اكتب اكتب الكلام دا كله لا اكتب حاجة تامية حاجة تامية جميلة جدا نعمة الإيجاد أساس النعم مين اللي حط الروح دي يا جماعة دول بيتحركوا ازاي فيه إيه جوة الروح دي جات من اين أولا يذكروا الإنسان هنأتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورة ايوا يا رب جاء جاء يا رب حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورة نعمة الإيجاد مين اللي أوجدك انت ملك مين ازاي ما تحمدوش الروح دي بتاعت مين اللي روح اللي جوة دي بتاعت مين طب اقولك على نعمة انا اخرتها قوي ايه هي يا نعمة الإسلام اعظم نعمة تخيلوا يا جماعة لو اتخلقت ما تعرفش ربنا تخيلوا لو ما فيش رمضان تخيلوا لو انت تخيل لو ما لكش إله تعبده في ملايين في العالم دلوقتي ما لهمش إله يعبدوه تخيل النعمة دي طب بالله عليك النعمة دي ولا كل النعمة التميم يا جماعة من ظن ان نعمة ربنا عليه في هدومه وعياله وفلوسه وعرضيته ومراته وبيته ونسي ان اعظم نعمة دي هي نعمة الإسلام فلم يحمد الله العلماء اللي بيقولك ده مش أنا انت محمدتش لو افتكرت ان النعمة أكل وفلوس ونسيت اعظم نعمة اليوم اكملت لكم دينكم واتمنت عليكم نعمتي تمام النعمة ايه؟ الإسلام اكتمل القرآن نزل هو ده تمام النعمة تخيلوا كام مليون مسلم ما يعرفوش مش حسين بالكلمة دي واصلا مش حسين ولا يعرفوها ده واحد من اليهود لما سمع الآية ديا قال والله لو نزلت علينا نحن اليهود هذه الآية لاتخذنا هذا اليوم عيدا اليوم اللي تنزل فيه اكملت لكم دينكم واتمنت عليكم نعمتي لو نزلت علينا اليهودكم جعلناها عيد اليهودي حس بالمعنى ان دي اعظم نعمة فقال له عمر بن الخطاب وما ادراك انها ليست بعيد والله نزلت يوم جمعة ويوم عرفة عيد عيد شاهدوا رؤيته سيد الله الخطاب الاسلام ان انا مسلم وانه هو ربي وان انا بعبوده شوفوا النعمة العظيمة النعمة الغالية انا اعرف شاب دي يا جماعة انا مرة عملت الحكاية دي اللي انا بعملها مع بعض في التليفزيون دي عملتها مع خمس ست شباب قلت لهم يا جماعة كل واحد يجيب وراء وقلم وكل واحد يكتب بينه وبين نفسه النعمة اللي ربنا انا عم بيها عليه فكل واحد قاعد يكتب 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 انت عرفين ليه قلت لكم جيب وراء وقلم عشان اشفت الاثر لما عملته مع الشباب دول وهم بيكتبوا والله العظيم قلت لهم صفحة واحدة بس مش هنعملها كتير وهم بيكتبوا بدأت اسمع صوت البكاء ايه ده قلت لهم يا جماعة اسموا صفحة نصين نص في نعم ربنا ونص زنوبك في حق ربنا وبصولها وما حدش هيبص في فرقة حد بصولها بس والله بدأت اسمع صوت الدموع مش قادرين ايه ده ايه ده كل دي نعم وانا بعمل معك كل ده فبدأوا يكتبوا 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 فقلت لهم الشباب كل واحد يقول لي نعمة هزتوا في حياته وتأثر بيها فاللي قال النعمة يا أمي واللي قال ان انا مسلم واللي قال ان انا حفظت القرآن واللي قال كذا واللي قال كذا واللي قال كذا لغاية ما وصلنا الاصغر شاب كان عنده 17 سدف فبص كده وقام ايه هو بيعابش عبر لسه متدين جديد وقام ايه اللي ايه اعظم نعمة ربنا اناعم بيها علي ان ربنا هو ربنا هو مش عارفش يقول ان انا عبده وان انا ملكه ان انا بتاعه هو ان انا مش عبد الحد تاني ان ربنا هو ربنا وفقه وكاء أفضل جدا جدا اكتب اكتب ان ربنا هو ربنا اكتب على لسانه طب اقول لك احلى نعمة احلى نعمة بقا الجنة حلقة الجنة اللي كانت أول مبارح احلى نعمة الجنة اديك حتة في الجنة خليك تفتكر حلقة أول مبارح وتحسسك بالنعمة حديث قدسي برضو اعددته لعبادي الصالحين اعددت بنفسك يا رب تفوح حلوة النعمة بنفسك يا رب ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اشمعنا التركيب دوان يعني اشمعنا عين وبعدين اذن وبعدين قلب هل الكلام عشوائي لا شوفوا الكلام الرائع انت ايه اكتر حاجات كم منظر رائع شفته في حياتك في الدنيا سفرت كم بلد انا الحقيقة سفرت استراليا وسفرت انجلترا وسفرت السعودية عملت عمرة وسفرت باكستان لا الحقيقة ما رحتش باكستان ما شفتش شلالات الرهيبة اللي موجودة في امريكا لا والله ما رحتش اه اص انت شفت حاجات اه شفت حاجات حلوة بس نهما كانت محدودة طب سمعت قد ايه دائرة السمع اكبر ولا دائرة اللي شوف دائرة السمع سمعت عن ايه انا سمعت عن كذا وسمعت عن زحل وسمعت عن قطارد وسمعت عن استراليا وسمعت عن كذا اه طب تخيلت في قلبك قد ايه بعد السمع دائرة القلب خواطر جات عليه خواطر انا تخيلت كذا انا تخيلت جبل كل بيوت مع ملالي وفصتيها حمامات سباحة دائرة في السمع كأن ربنا بيقول ايه شوفت وقد ايه طب سمعت وقد ايه طب تخيلت وقد ايه كل ده الجنة أكثر ولذلك ملع عين راقت حضرب لك ناصة البسيط قوي أعداد ملع عين راقت يعني ايه يعني ملع عين راقت الألوان اللي موجودة في الدنيا يا جماعة ألوان الطيف مش كده مش الألوان هما ألوان الطيف سبع ألوان سبع ألوان منهم معمول كم لون كل الألوان اللي في الدنيا دي طبع Corona هما سبع بس في الآخر هما سبع ألوان طب إيه رأيكو لو ربنا خلاهم ألف لون في الجنة حد فكر شو يعني زي إيه أنا ما عرفتش أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر طب النعمة دي إيه يعني مكان ربنا أعد بنفسه مش يعني كل شيء ربنا طوارق تعالى قال له كن فيكون إلا الجنة ثلاثة خلقهن الله بيده ولا نشبه ولا نجسم إيه هم آدم واثنين اللوحة المحفوظ وثلاثة الجنة الجنة ما قاله هاشكوني فتكون ولا قال الملائكة يا ملائكة ابن الجنة لا إله إلا الله شفتوا النعم يا جماعة أخبرك إيه مع النعم كتبت نعمة الجنة كتبت النعم دي كلها هتشكر بقى ولا لأ يا جماعة بعد الكلام اللي أنا قلته لك ده ما بيأنبكش ولا بيوجع في قلبك الحديث اللي بيقول إني والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري أرزق ويشكر سواي خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد أتودد إليهم برحمتي تخيل كده أن هذا الكلام تسمعه يوم القيامة أتودد إليهم برحمتي وأنا الغني عنهم ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر ما يكونون إلي يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد أنت فقراء مش فلوسه بس فقر مطلق والله هو الغني الحميد غنى مطلق أنتم فقراء ما بيؤنبكش الكلام ده ما بيؤنبكش أن إبليس اللعين لما أراد اللعين أنه هو يطعم فينا عند ربنا أم أيل لربنا ولا تجد أكثرهم شاكرين ما بيوجعكش أن كلام إبليس طلع صح أن طعمه فيك طلع في محله لما ربنا بيقوله بطردك من الجنة فهو بيقوله بتطردني من الجنة طب أنت هتتفرد روما حيبقوا عاملين إزاي ولا تجدوا حواسوس لهم ولا تجدوا أكثرهم شاكرين نجح نجح ما في أنبكش يعني كل الكلام ده لسه ما أنبكش ما أنبكش قول الله طبعاك وتعالى إن الإنسان لربه لكنود آيب نقضها كل يوم والتاني يعني إيه لكنود يعدد المصائب وينسى النعم إن الإنسان لربه حد يتعامل مع ربه كده لربه لكنود تقول ليه رب بقى لي سنعيان ومئة سنة في نعمة ربنا لما أيوب أصابوا المرض الشديد وفضل قعيد لا يتحرق سنين فامرته بتقول له ادعي ربنا يخفف عنك فقال لها كم لنا في البلاء فقالت عشر سنين فقال لها وكم كان لنا في الرخاء فقالت عشرون سنة قال ننتظر حتى يستوي البلاء مع الرخاء يعني يعني دهنا عشرين سنة حنسخط كده على طول بعد عشر سنين لما يبقى قد بعض نبقى ندعي طبعا يعني لكن احنا الأصل إن ربنا أمرنا بالدعاء على طول لكن الحدثة دي وهو دعا بعد كده لكن هي الحدثة إنه هو عايز يعلمها إيه عايز يعلمها السكر استشعار النعمة استشعار النعمة يعني هيا يا جماعة أقول لك حاجة توجعك أكتر من اللي فات إن عمر ما ربنا تكلم على اللي ما بيشكرش النعمة إلا وذكره بأشد الأوصاف وأصعب الأوصاف إنا هديناه السبيل ربنا بيكلم على الإنسان إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا مش معناها اللي ما بيشكرش بيكفر إنما معناها اللي ما بيشكرش فيه صفة من صفات الكفار مش كافر لا 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 استغفر الله ما نقولش عليه كده أبدا إنما أنت بتقلد الكفار في صفة إنهما ما يعرفوش ربنا وبالتالي ما بيشكرهوش إزاي ما بتشكرش تخيلوا إما شاكرا وإما كفورا قال سيدنا سليمان قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر يا جماعة طب 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 الشكر ده والحمد ده قنتوا إيه عند ربنا لا قنتوا كبيرة جدا أنا بقول يا جماعة ونفسي الألسن شغلة معايا يعني الناس سادة المجاهدين الحمد لله الحمد لله طلع النعم وكتب وبعد ما تخلص الحلقة حنقض نكتب نكتب بقى ونعلق الورقة دي في البيت عشان نفتكر بقى عشان ما يبقاش درسه وعده ما إحنا يا جماعة مشكلتنا سمعنا الحكاية حلوة وعدت حنكتب عشان ما تروحش ونعلقها في قط النوم ونفتكرها ورقة الشكر معايا في المعنى طب قنتوا إيه عند ربنا لا قنتوا كبيرة أول حاجة مفتاح القرآن الشكر أول آية في كتاب ربنا الحمد لله رب العالمين مفتاح أهل الجنة أول كلمة حيقولوها وهم داخلين اتفتحت الأبواب وداخلينهم وهم داخلين أول كلمة حيقولوا إيه وقق كله بقى فصوط واحد اسمع كده أهل الجنة وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده أول كلمة وهم داخلين مفتاح القرآن الحمد مفتاح أهل الجنة الحمد لا مش كده وبس مفتاح رضى ربنا الحمد وإن تشكروا يرضاه لكم إن الله يحب العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها إن الله يرضى عن العبد يشرب الشربة فيحمده عليها مفتاح القرآن مفتاح أهل الجنة مفتاح رضى ربنا المانع من العذاب هو الشكر والحمد إزاي يقول الله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم نعذبكم ليه لو بتشكر كأن النانع اللي يوقع في العذاب الشكر أشكر ما تتعذبش ده بيتكلم على دنيا ولا أخرى لتنين هتبتلى لكن العذاب النفسي والإلاء بيش هيعظم ما يفعل الله بعذابكم ليه والأخرى ضامن أنت كنت بتشكر في الدنيا طب اسمع أكتر من كده إن النجاة يوم القيامة مرتبطة بإيه بالحمد ينادى يوم القيامة يا جماعة يل بتذكره دلوقتي وعبراً تقوله الحمد لله الحمد لله الحمد لله اسمع ينادى يوم القيامة ليقم الحامدون اللي حمد ربنا يقومه فيقوموا أناس مش كل الناس حتوقف فيقوموا أناس تخيالي بقى حضرتك اتنين دلوقتي قاعدين قدام التليفزيون أو اتنين من السادة اللي معنا هنا واحدة حتقوم يوم القيامة والتانية حتضل قاعدة هم سمعوا نفس الكلام بس واحدة فضلت فكراه والتانية نسيته بعد نص ساعة ليقم الحامدون فيقوموا فينصب لهم لواء امسكوا الرياديا عشان تعدوا بها محدش يوقفكم فيسيرون إلى الجنة لا يوقفهم أحد فيدخلون الجنة خلف هذا اللواء دولة اللي كانوا بيحمدوا ربنا تفضلوا على الجنة على طول الحامدون يدخلوا الجنة على طول لا ده فيه أكثر من كده أن يوم القيامة وقفت حر يوم القيامة والناس كلها في الحر الشديد وتعبانة عايزين نبدأ الحساب وكل الأنبياء مش قادرة تشفع في بداية الحساب فيروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم حيشفع النبي في بداية الحساب هو النبي أم أيل إيه يقول فأسجد تحت العرش وأحمد الله بمحمد لم يحمده بها إنسان من قبل كأن الشفاعة وبداية الحساب لما النبي يحمد ربنا فأحمد الله بمحمد فيقول الله تعالى يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع لا ده فيه حاجة حلوة قوي 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 وإحنا نشوخين بنا منها إن ربنا لما أراد أن يختار لنبيه اسم اختار له اسم مشتق من الحمد فسمى نبيه محمد أو أحمد يعني اسم نبينا طلع منين طلع من صفة الحمد محمد صلى الله عليه وسلم حبيب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه مشتق من إيه من الموضوع طالع اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر